السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 والساعة العاشرة إلى 20 دقيقة مساء بتوقيت جزائر وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك أزل في اللون إخواني بداية أعتذر لكم لأني كنت وعدت أن نحاول دائما أن نجي في حدود التاسعة والنصف أو قبلها لكن للأسف ليس ذلك دائما ممكنا فخالص أعتذر لكم جميعا إذا كنتم تأخر من حين لآخر وبداية أيضا أقول لكل إخواني الذين تواصلوا معي في هذه الأيام والحديث على إمكانية الخروج في أول نوفمبر واثنين نوفمبر فمن هنا لأنه هناك ما استطعت أن أرض عليهم وهناك ما لأما تمكن من الرد أقول أن الأصل في الأشياء هو إسقاط هذه العصابات ماذا هو الأصل في الأشياء؟ لأن كل ما بقاوا كل ما كان التدمير إضافي وكل ما كان الانفجار خطير وكبير يعني رنع على بواب انفجار عظيم لقدر الله لكن أنتم أدرى بشؤون التفصيلات المحلية نحن سندعم أي موقف تقومون به نحن سندعم أي موقف على كلين هذا الموضوع رح نرجع له في نهاية الحديث ربما يكون أفضل حتى يكون أكبر عدد ممكن من إخواننا متواجدين معنا اليوم نحتبون جامع صحافة صحافة زجدورو هذه صحافة المرض هذه ودير خطاب وجايب مجموعة منهم وعلى أساس والحديث على الصحافة وعلى الإعلام وكأننا أمام بالفعل عندنا صحافة وعندنا إعلام وكأننا عندنا قنوات تلفزيونية فعلا وجرائد فعلا ومواقع فعلا وليس مجموعات يتلقون الأموال أموال الشعب الجزائري تبعثر عليهم حتى هذه اللي تسمى قنوات خاصة أو جرائد خاصة عن طريق عدة طرق تعرفوها عن طريق الطبع أحيانا باطل مش أحيانا دائما باطل على هذه الجرائد الخاصة طبع الجرائد العامة حدث ولا حرج بالنسبة للقنوات عن طريق أيضا الببليسيتي بالنسبة للمواقع أرهم خلقوا مئات المواقع الذوبابية كل هذه المواقع اللي فيها تنتهي بوين دي زيد أعتبروها أنها مواقع مخابراتية لا علاقة لها بالجزائريين بقدر ما هي مواقع للبروباغندا خاصة اللي تتناول الشأن السياسي حتى تلك اللي تتناول الرياضة والاقتصاد هي في الحقيقة مواقع للنهب مواقع كاشيريست الفرامجية والكاشيريست كانوا يدوهم في فترات معينة لما كانوا يدروا التمثيل على الانتخابات أما الآن فخرجوا لها مباشرة عن طريق مواقع وعن طريق ذوباب هذا نفس الشيء بالنسبة للقنوات وبالنسبة للجرائب لكن وجدنا أن تبون يتحدث على قضية أن هناك إعلام وأنه يقدم لهم للإعلاميين تحياته وكلام كبير كلام كبير لو كنا بالفعل في دولة قانون يتبون رك موجود في السجن لو كنا بالفعل في دولة قانون ولو في حدود الدنيا أرك مع أويحيا ومع سلال المصيبة أويحيا وسلال أن قايد صالح كان يريد في إطار الصراع اللي كان قائم بينه وبين جنح توفيق أن ينتقم منه وبالفعل انتقم منهم هذا لا يعني أن أويحيا وسلال لا يستحقون السجن يستحقون أكثر من السجن في الحقيقة لكن في نفس الوقت في نفس الوقت اللي أدخل فيه ويحيا وسلال للسجن فإنه جاب تبون اللي هو لا يقل عنهم فسادا كان وزير أول أيضا كان وزير سكن نهب بلا حدود لفترة عشرين سنة على فترات قليلة وينما كانش وزير سكن أبو سلك من السجن لكن بطبيعة الحال كان له ثمن ذلك والثمن هو أن يكون عميل لهم كما تعودوا أن تكون هناك واجهة مدنية كما تعودوا سقوط بوتفليقة قاعد صارحة تنمو ليس كما طالب الشعب وكما هو خادع الشعب بتطبيق المادة السابعة والثامنة واللي كان وعد بها وإنما راح بشي يجيب انتخابات مزورة وفي النهاية جاب تبون لكن الآخرين لم يكونوا أقل خبث منه بل كانوا أكثر خبث منه وخداع وخلاوه يكمل العرس عندها تبون يجيب لهم تبون يوضعوه كرئيس ولكن قاموا باغتياله فيما بعد وهكذا وجد نفسه قاعد صالح تحت القبر وأنصاروا كانوا طبعا في حالة فزع لأنهم لم يكنوا يتوقعوا يموت أو لم يموت مربما نهائيا بينما كان جنح الآخر يشتغل كنا قلناها لهم في نهاية المطاف من أنهم يشتغلون وسيغطيحون بكم واطاحوا بهم اللي دخلوا للقبر دخلوه اللي دخلوا للسجن دخلوه واللي هرب هرب واللي عاود انقلب على نفسه انقلب تبون هذا مكان السجن ليس رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الدولة ولا حتى رئاسة بلدية هذه الحقيقة اللي يجب أن تقال ويجب أن نقولها دائما نعم نحن نزعجهم بهذا خاصة أنهم أسكتوا كثير من الأصوات اشتروا بعض الأصوات تلاعبوا ببعض الناس ولكننا بإذن الله لن نتوقف أبدا الحمد لله كأن النساء ورجال ما زالوا يقاومون ويستمرون في المقاومة وستستمر هذه المقاومة إلى آخر نفس هذا عن نفسي على الأقل لأنني متأكد مما أقول بإذن الله هذا تبون إذن خلنا نشوفوا مقطع مما قال لأنه قال كما يقول الكلام كبير مرعوبين يعني بالرغم من أن نواجههم بزرشتي لفنات لكن هذا ما زال مسكم الرعب ويتحدث على أن هناك حرب ضده وحرب سبرانية وأن هؤلاء الصحفيين قاموا بما يجب أن يقوموا به إلى آخر خلنا نشوفوا واش قال بالضبط عدم جين تبون يتوجه برسالة إلى أسرة الإعلام بمناسبة اليوم وطني للصحافة المصادف في 22 أكتوبر من كل سنة تبون وما يقوله الرئيس بطريقة الحال ونحن نحتفي باعتزاز باليوم الوطني للصحافة وبذكرى الستين لبص سيادة على الإذاعة وتلفزيون في 28 أكتوبر 62 نؤكد دعمنا الكامل لنساء ورجال هذه المهنة النبيلة وهم يؤيدون بروح مهنية ووطنية رسالة المنوطة بهم معناها خبرجية عنده يعني كي يقول يؤدون بروح مهنية ووطنية رسالة المنوطة بهم لم يعد إعلام هذا لم يعد إعلام إذا شكر الحاكم الإعلام ومدحوا وأثنى عليه فهذا يعني أنهم ليسوا أكثر من خبرجية ومن مسيرجية للرونجيرس على العسكر وواجهتهم المدنية رئيس تبون نحيي جهود الإعلاميين في التصدي للحرب السيبرانية المسعورة التي ينفذها بالأصالة أو بالوكال المحترف الأكاذيب حقداً عن الجزائر التي استعادت دورها الريادي على الصعيد الإقليمي والدولي نقف هنا ثم نرجع للجزء الأخر ماذا يحيي يحيي جهود الإعلاميين في التصدي للحرب السيبرانية المسعورة بالوكالة التي ينفذها بالأصالة أو بالوكالة محترفو الأكاذيب حقداً على الجزائر التي استعادت دورها الريادي على الصعيد الإقليمي والدولي أعطينا هذا الدور نريد أن نرى هذا الدور أين هو هذا الدور الريادي أين هو هل عندما يأتيكم الرئيس الفرنسي ويفرض عليكم دعموا في أفريقيا كما كان فرضوها الرؤساء الفرنسيين على بودفليقة باش يخلوه في العهدى الرابعة والعهدى الخامسة ماكرون كانوا مع العهدى الخامسة في طاقة الحال هل عندما تفتحوا الأجواء تعالجزائر وتعلنون بعد شهرين من أن هاجمكم ماكرون في نهاية سبتمبر 2021 عام الماضي علنتم بأنكم تغلقوا الأجواء في وجه طائرات المقنبلة ماشي في وجه كل الطائرات العسكرية الفرنسية لكن مع ذلك بعد شهرين ونص رجعتم وخرج لعمامرة يعترف بأن فتحوا الأجواء من جديد هل فتح الأجواء للفرنسيين ودعمهم إعلاميا ودعمهم مخابراتيا ودعمهم لوجستيكيا يعتبر استرداد للمكانة على المستوى الإقليمي والدولي هذه خيانة هذا خضوع هذه عمالها وليس استرداد للدور الإقليمي أين الدور الإقليمي والدولي أين في مالي أم في النيجر أم في ليبيا أم في تونس أين هذا الإقليم إذا تحدثنا الإقليم ما يفي تونس الآن ندفعه في أموال شعب الجزائري أكثر من 450 مليون دولار دفعت لقيس سعيد ومن معه ودعم آخر خاصة قضية السكر في حين أن الذي يدير الموقف تعقيس سعيد هم الإماراتيين أساساً والفرنسيين والمخابرات المصرية أين أين الموقف في النيجر حيث الهيمنة الفرنسية كاملة أم في مالي اللي استبدلتوا أو ساعدتوا الروس باش يدخلوا المالي أين والآن رقم مضطرين باش تعاودوا تديروا وانتما تشوفوا في هزيمة بوتين اللي رأي على أبواب تعاودوا تولوا للدعم الفرنسي في مالي وستساهمون في القيام منقلاب في مالي في ما هو قادم في الأسابيع والأشهر القادمة على أقصى تقدير لعودة النفوذ الفرنسي سيحدث انقلاب في مالي وسيحدث انقلاب في بوركينفاسو أيضا وهذا يدخل في إطار الصراع ما بين الروس والفرنسيين عندما استطاع الروس أن يكون عندهم نفوذ في بوركينفاسو وفي المالي أقاموا انقلابات لصالحهم آخرات تع بوركينفاسو وسيحدث العكس من هنا إلى أسابيع قادمة أين أين الدور الرياضي والإقليمي أين هل بيع الغاز لإسبانيا اللي كان يباع بدون السعر الحقيقي على أساس أنها تدعمكم ثم صفعتكم في قضية الصحراء هل هذا وأدى فيما بعد إلى الخصوم معها وسحب السافير وقد العلاقات التجارية إلى آخر وأدى هذا إلى مظار لكثير من الترجار خاصة اللي كانوا مع إسبانيا يتاجروا مع إسبانيا هل هذا استعاد الدور الإقليمي هل استقدام المنظمات الفلسطينية وتهريج على أن هناك مصالحة ما بين حماس وجماعة فتح وجماعة عباس هل يمكن أن يلتقي مشروع مقاوم مع مشروع خيانة وعمالة اللي هو تعباس اللي هو ميليشيا عند الصهاينة واللي قدمتوله معلن مئات مليون دولار قبل أشهر عندما جبتوه باش تكذبوا على الجزائريين على أساس أنكم مع فلسطين ظالمة ومظلومة ثم ليتضح أن في الحقيقة أن عباس هذا بعدها بأيام كان في بيت وزير ما يسمى وزير الدفاع الصهيوني هل هذا دور إقليمي أو ريادي حقيقي أو دولي هذه صرف من أموال الشعب الجزائري المفقر والمجوع على ميليشيا تعباس أما الآخرين اللي جبتوهم من المنظمات الفلسطينية الأخرى فإن إسرائيل تحاصرهم في غزة خاصة صهاينة العرب يحاصرونهم وصهاينة إسرائيل يحاصرونهم فهم جاءوا باش يتنفسوا شوية وخرجوا شوية ونكر يدوا شوية كاش في الفلسطين هذا مكان أين الدور الإقليمي والدولي هل بيع الغاز لإيطاليا الآن من الحجر الإسباني إلى الحجر الإيطالي هل بيع الغاز الإسباني لإيطاليا بسعر أقل من السعر الخارجي باش تدعمكم على المستوى الأوروبي هل هذا دور إقليمي هذا دفع للجزية هذا دفع للجزية هذا دفع لأموال الشعب الجزائري للطليان لكالمفروض يباع لهم الغاز كما هو على الصحة الدولية لكن أنتم معارفين تحتاجوا دائما الداعم الرئيسي في الخارج انتقلتم من إسبانيا وفرنسا إلى إيطاليا وفرنسا والآن قريب 23 مليار دولار 316 ألف مليار سنتيم بالسعر البنك لوزارة الدفاع ما يعادل الربع الميزانية في الحقيقة ستقدم كجزية لكثير من الدول اللي على أساس أنك تشيروا أسلحة لكن هي تشيروا بش تشيروا بالحقيقة سكوتهم عليكم وهنا ومن ناس يشوفوا الفيديو ويعرفوه ويحتفظوا به بعد أسبوع أو أشهر نسمع أنك مشرية أسلح من إيطاليا ومن ألمانيا ومن أمريكا ومن الصين ومن إقلاف الروس طبعا دائما ومن تركيا إلى آخره بش يسكتوا عليكم فقط هذه دفع للجزية من أموال الشعب الجزائري أين الدور الريادي أم أنها البروباغندا اللي تقولها مثل جريدة الشرور وجريدة البلاد وجريدة العار إلى آخر هذون هما وموقعهم وقنواتهم اللي هو كذب بلا حدود هذا هو دور ريادي خلينا نسمع في الحقيقة ما يقول شعب الجزائري عندما كان يخرج ويزلزلكم ويهزكم بشعاراته بمواقفه لأكثر من 17 شهر ماذا كان يقول الشعب الجزائري في من تسميهم برجال ونساء المهنة في الحقيقة عملاء المهنة وأنا لا تحدث هالكت الصحفيين لأنه كان كثير من الصحفيين البسطاء ومستضعفين لأنهم يجرون الخبزة باشي يعطون ثلاث ملايين أو ربع ملايين أو خمس ملايين حتى في نهاية الشهر يعني مجرد تجديد الطاقة باش ما يموتوش من الجوع وباش يصرفوا على أسرتهم ولا على الكرة ولا على الترانسبور ولا على الصندويتشات فقط أغلبية الصحفيين مسحوقين في الحقيقة لكن كثير منهم مرتزقة للأسف ويفضلون أن يكونوا مرتزقة ويكذبون ويكررون أكذبكم من أن يروحوا يخدموا في الفلاحة أو يخدموا في التجارة أو يخدم أي شيء من الأفضل لكم يا صحفيين وصحفيات أنكم تخرجوا تبيعوا الحشوش أو تبيعوا الكوكاو من أن تكونوا أبواق تكذب تخسروا الدنيا والآخرة وإذا بقينا في الدنيا فإن الشعب حسن فيكم ما كانش هذا موضوع الخبزة ما فيش قضية موضوع الخبزة الخبزة معناها ارتزاق معناها عمالة معناها كذب أي واحد يزعم أنه باقي في هذا المنصب وهو يعرف أنه يرتكب فيه جرائب أو يكذب أو يسرق أو ينهب أو يكرر الأكذيب ويقول لك الخبزة هذه جريمة هذه جريمة في الدنيا وفي الآخرة هذه جريمة عند الناس وعند ربي ما كانش قضية الخبزة خبزة لو كان رح تموت يعطيك حتى في الإسلام يعطيك مرة واحدة غير باغ ولا عادي ما كش راغب وما كش رح تولي لها مرة في الوقت استثناء نهارة ونهارين تخدم باش تاكل باش ما تموت ما كانش هذه الخبزة ليزعم داخل الدرك أو الجيش أو البوليس أو الإدارة أو الصحافة أو القضاء أو أي مكان من أنه يبقى في المنصب لأن الخبزة وأنه يكذب ويسرق أو إمام سي سي بي وأنه يعرف أنه يردد الأكاذيب منتع المجرمين ومنتع المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية هذا مدان دنيا وآخرة هذا ملعون دنيا وآخرة السمع وش يقول فيكم الشعب ترجمة نانسي قنقر وما تخوفوناش بالبطل في يد أو حكم غيرات المتوارلهم ما رأي خوفون بالبوشية في وحران ما رأي يقول لوا ما نقولون المعب شنقرحهم قطعهم 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 صالهم لوحنا هم الشعب لوحنا ما يخوفنا الشعب بابراي الشعب أبو تزيدو تسمعو هذه جمعة أخرى هذه جمعة أخرى هذه حقيقة رأي الشعب عندما كان يستطيع أن يخرج ويعبر عن رأيه هذه الحقيقة وهو أننا يراكم عبارة عن شيئتين عبارة عن مذلولين عبارة عن كذابين ولستم صحافة ولستم إعلام إعلام الحقيقي هو الذي يقول للحاكم ما يقوله الشعب وليس يكذب للشعب ويردد أكذيب الحاكم الإعلام الحقيقي هو الذي ينتقد نعم بأدب مش شرط يسب مش شرط يتهجم ولكن ينتقد أعمال الحاكم حتى ولو كانت جيدة حتى لا يطغى الحاكم الإعلام الحقيقي رأنا نشوف فيه وعايشين في دول اللي هي دول عظمة أو تكاد تكون عظمة أو كانت عظمة ومع ذلك إعلامهم ما يخليش في الحاكم وينقشوا كل نقطة وينقشوا كل كلمة وينقشوا كل سياسة هذه الدول اللي في خامس و سادس و سابعة أو ثامن اقتصاد عالمي وحيانا الأول مثل الولايات المتحدة هذه لا يعني أن هذه الحكومات حكومات أنبياء لكنها حكومات تخضع للرأي العام وتسمع من الصحفيين الحقيقيين لازلت أتذكر صحفي قبل عشرين سنة عندما شهد صحفي يسمى جيريمي باكسمن في قناة البي بي سي وان أو الثانية الأولى أو الثانية الإنجليزية وهو يطرح نفس السؤال على وزير الداخلية سبعة عشر مرة بطرق مختلفة بسياغ مختلفة حتى فيما بعد حصل على جائزة لأنه كان ذكي بأن طرح نفس السؤال اللي كان يتهرب منه وزير الداخلية سبعة عشر مرة هذه الصحافة وليس صحافة التقديس والتعظيم في الحقيقة كلكم مداخلة إنما هناك المداخلة اللي باللحية وبالقميص لقدس الحاكم كما قال صاحبهم ولو زنى ولو شرب الخمر وشتو التلفزيون أو مداخلة الإعلام ومداخلة القضاء ومداخلة كلكم تقدسون جماعات إجرامية مافيا عسكرية مخابرات إرهابية كما سمها شعب فيق على رواحكم كما قال لكم شعب لأنه يجي يوم ويحاسبكم الشعب حسابا عسيرا يوم يكون قضاء ما وإن شاء الله يكون قضاء مستقل وعادل يجي يوم ويظهر جيل آخر وإعلام حقيقي وقضاء حقيقي لأن الدور بتاع الإعلام لا يقل بؤسا عن دور المخابرات الإرهابية عن قضاء تلفون هذه كلها هي الأسس ليستند عليها الاستبداد والطغيان والفساد والإجرام ملايين الناس لا يجدون ما يأكلون أو يجوعون أو إذا تغدوا ما يتعشوش ملايين الناس عاطلين عن العمل ملايين الناس ضايعين وملايين الشباب ضايعين ضاعوا أصبحوا بندية واللي أصبح يسرق واللي المخدرات والفساد ملايين منين؟ من سياسات إجرامية أنت عن نظام إجرامي عاشر مساحة في العالم إمكانيات مادية هائلة موقع جغرافي استثنائي تاريخ بشر قلب العالم ومع ذلك أغلبية الناس تعيش في ميزيريا ومخرجين شعار تعمل مخابرات كما خرجته في وهرن الميزيريا وتحية الجزائر باش تحية الجزائر؟ تحية بالميزيريا؟ تحية الجزائر بالنهوض بالعلم بالعدل بإعلام حر بجيش في خدمة شعبه وليس بكمشة جنرالات يستولون على الحكم ويستولون على الميزانية عاللا 23 مليار دولار يا مجرمين ما يقار 23 مليار دولار 316 ألف مليار سنتيم يا مجرمين والناس جوع بل الجنود الجوع قدماء الجيش جوع وأنتم تنهبون بلا حدود نشيد بمستوى الوعي الوطني لدى الأسرة الإعلامية وهي تواجب احترافية عالية مخططات ترويج للمعلومات المغلوطة والبروبغاندا الممنهجة الرامية إلى التعتيم على إنجازات بلادنا وقدرتها على رفع التحديات وتحقيق النجاحات شكرت لحليب للشعب يدير عليها لشان في عشرات المدن السميد اللي مرة كاين ومرة مكان شو اللي ترتفع أسعار والزيت اللي الناس تضرب عليه وشفنا مرات وين كانوا الناس يتضربوا عليه هذه الإنجازات أعطينا الإنجازات تأكد تبوع آه قطارتها من رأس بلاك ما شفناش والله الجلفة اللي ولت عاصمة وحنا ما على بناش أو خنشلة أو باتنا أو وش قلت في هذه الأماكن أي إنجازات تحبثوا عليها أي إنجازات قد ما حاولت أن نفهم هذا العصابة كيف تفكر معها أي إنجازات إنجازات والناس تهرب إنجازات والناس تغرق في البحر ويش تصلوا لأوروبا إنجازات مئات الألف من الشباب في هذه العشر سنوات الأخيرة وعشرات الألاف في هذه الثلاث سنوات الأخيرة فقط فرعوا من البلاد وههم كثير منهم للأسف لصوص أو سراقين أو هذه فرنسا قايمة القيامة فيها على ما قام به يبدو جزائري ضد طفلة صغيرة وإيدانة لكل جزائريين وإهانة لكل جزائريين لأن عشرات الألاف منهم مطايشين في فرنسا حراقة عشرات الألاف في إسبانيا وما يمثلها في إيطاليا والألاف ألمانيا والألاف بريطانيا والألاف بلجيكا ضيعين والألاف سويسرا ضيعين ضيعين كثير منهم يباتوا في السحات العامة أو يباتوا في الإيجار أو يباتوا في ليبيس ضيعين أين هي الإنجازات؟ لرغم يهرب الآن أكثر من كان يهرب أيام بوتفليقة على مأساوية وجرائب حكم بوتفليقة أين هي الإنجازات؟ كذب ليس له حدود يكذبون أكثر مما يتنفسون وجايبين في إعلامهم الكاذب اليوم الجزائر ضمن الدول أسرع نموهم اقتصاديا في سنة 2022 أصدر الصندوق الدولي كذا خريطة تفاعلية وقال لك الجزائر جات في الفئة الثانية ما قالوش وشنو السبب ما هو الأسرع النمو؟ منين جاء النمو هذا؟ ارتفاع أسعار البترول والغاز فقط مش بمزيتكم الكورونا من جهة بعد أن خفت كان لابد أن يعاود النشاط العالمي فارتفع أسعار البترول ثم جاءت حرب الروس على أوكرانيا فعمقت المشكلة فرفعت أسعار الغاز والبترول والبترول تبع معدل البترول الجزائري تبع بأكثر من ميات دولار في 2022 بينما كان في حدود 30 أو 40 أو حتى 50 دولار العاملي فات وصل في فترة معينة إلى بن ناقص كما شفناه في أبريل 2021 و2020 أين؟ حرب بوتين على أوكرانيا رفعت أسعار الغاز والبترول فقط نما أدى إلى ارتفاع المداخل الخارجية بالعكس الاقتصاد ضاع آلاف الشركات غلقت أو على بواب أن تغلق خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بل حتى شركات كبيرة آلاف أصحاب المشاريع والبناء توقفت شوفوا أسعار الحديد وين ولت وأسعار السيمة وين ولت ومواد البناء عموما وين ولت تضاعفت مرتين ثلاثة كين بعض المواد وضاعفت أربع مرات في هذا السنة والسنتين الماضيتين وين؟ أين؟ في الحقيقة هذا الكذب وهذا الخداع يزيد من غضب الناس ويعمق الشرخ بين العصابة المتحكمة وبين شعب المستضعف ويخلي الناس تفكر بأن هؤلاء يكذبون أكثر ما يتنفسون وأن كل يوم يضيفه في السلطة هو يوم إضافي في تدمير الجزائر تريدون أن تكون تكلفة تغيير يا عصابة يا مجرمين أن تكون تكلفة تغيير عالية بكل أسف ستكون لكن بقاءكم أسوأ بكثير من تكلفة تغيير لأن إذا بقات الأوضاع مثل هاك سنة سنتين تتفكك الجزائر تتشتت الجزائر تتفتت وتتفكك من شدة الضمار ومن شدة الإجرام وروحوا سقسوا أهل الجنوب كيفاش راهم يعيشوا كيفاش راهم أغلبية العظمى نتاح وكيفاش بدأت تنتشر عندهم فكرة أنه لماذا نبقاه رأنا في حالة نتع استعمار نعم إنه استعمار مضاعف الجزائر كلها مستعمرة على كل حال هذا بعتراف حتى المخبور قاعد صالح حينما قال في لحظة وهو يريد أن يتقرب من شعب الجزائر كانت تحت استعمار ثاني والبلاد كانت تحكمها عصابات نسى أنه كان جزء من هذه العصابات وأنه كان يريد أن يكون عرس انتخابي كما كان يصرح في جنوبي وفبري 2019 قبل أن ينتفت الشعب تصرفاتكم هذه تخلي الشعب مش فقط يكرهكم ولكن قد ينتقم منكم انتقام شديد نحن سندعى دائما سندعو الناس أن يكونوا سلميين لكننا لسنا متأكدين أنهم سيكونون سلميين تصرفاتكم استفزازاتكم استضعافكم نهبكم للبلاد والناس تشوف وتضيف عليها الكذب الذي لا يتوقف هذا هو واحد من اللي كان هذا فنان أخاف أن أموت اسمه الطيب العيدي أخاف أن أموت ولا تتاح لي فرصة استخراج بطاقة سكن باسمي في مدينة الأغواط أمنيا انتظر أن تتحقق منذ 1999 كان اكتبها في 16 جولي 2021 لكنه مات مات قبل ثلاثة أيام وهو مصمم طوابع بريدية فنان من الأغواط مات وكما كتب مقربون منه أنه مات بسبب القنطة في الحقيقة هناك كثيرين يموتون بسبب البؤس والقنطة واليأس والأمراض النفسية والأمراض المزمنة والسترس نتيجة أنهم يشوفوا ما هوش بلد فقير قال الله غالب فقر على الجميع لا لا كاي اللي يملك سيارة تا 500 مليون تا 700 مليون تا مليار وكاي اللي ما عندوش سبات أو عندو سبات مقطع شفنا بعض الأطفال اللي بعض الناس تصوروا لي أنه الآن ناس كوا كأنها تخاف من التصوير كاي اللي لابسين يعني شنقل كي ما يقولوا شنقلة ما تصلحش حتى أنك ترميها في الزبل ومرات تشوفوا ناس خاصة خارج المدن الكبرى كيفاش ألبستهم وأطفال كيفاش حالهم فيه ناس مالك المليارات وعشرات المليارات قاضي قولك عندو فيلا تا 20 مليار تا 15 مليار روح فيها منتك كيفاش يقول لي قاضي يقدر يشري فيلا تا 15 مليار كوميسير عندو أبارتمون تع ربع ملاير تع سبع ملاير تع سبع ملاير تع سبع ملاير روح انتا فهم كيفاش يقول لي عندو ملك مش تعال فونكسيون بيبليك ولا انتا طبعا ممكن وصلوا للوزراء ولولات والجنيرالات وعقاداء ومش عارف هذوك حدث ولا حرج إلا من رحمة ربك كاين بعض الوقاداء وكاين بعض الجنيرالات وكاين بعض الولات اللي هما يخافوا من ربي على الأقل عندهم ضمير الديني على الأقل يخليهم ما ينهبوش أما الأغلبية العظمى يغرفوا بالملاير وينهبوا بالملاير ويزعوا في الأراضي ويزعوا في السكنات ويزعوا في الشركات ويزعوا في المناصب على أقاربهم وعلى أهلهم وعلى أنفسهم وعلى الفاسدات والفاسدين في حين أن أغلبية الشعب تعيش المرارة حقيقة أغلبية الشعب تعيش المرارة حقيقة وهم دايرين الآن عشرات الألف كل مرة راهم يزيدوا في عدد الذباب كل مرة تحويل ثاكنات كام لرهم حولوها إلى الذباب كان يكتب لي هو يشتغل على الذباب يقول لي رانا رايثاكنا كام لا تشتغل الذباب والله ما ينفعكم لا الذباب ولا القوى الخارجية ولا تبلعيت ولا الكذب ولا الإعلام الفاجر ولا القضاء الفاسد والله ما ينفعكم شيء في لحظة معينة ستسقطون بإذن الله لما مات هذا الصيد اليوم جايبين ما يسمى بوزيرة الثقافة ووزيرة ما نيش عارفش كون وديرين له نعيب أنا أنصح كل من في قلب وذرة حب لهذا الوطن ولهذا الشعب اللي يكون معهد الله اللي ينتظر منهم شيء ما يغمسش معهم ومرة أخرى راي قضية الخبزة هذي ما تمشيش لدنيا لآخرة رايك مفسد رايك تشارك مع الفساد وتشارك مع الرشاوي والمرتاشين والمفسدين واللي فاسد ومفسد ما فيش نقاش آخر واحد من اليوم في الانترنت كون حتى تشبع هذا يبيع في التمر فالناس قال لك مضحك ومحزن في نفس الوقت بايع تمور ويوزع التمور التي كان يبيعها مجانا بوسط مدينة طاهير وولاية جيجل لماذا؟ فرحا لأنه حصل على فيزا لبريطانيا خلى لهم تمر وخلى كل شيء ولا يتصدق فقط وهرب بارك من البلاد طبعا هذا محظوظ جدا إذا استطعا يخرج لأنه ليس كل الناس تخرج أراهم يعتقلوا في الناس ومنهم أخونا هذا اللي يعتقلوه هو مسافر معه وصرته إلى تركيا قبل ذلك خلينا نشوف فقط على الأقل إخواننا هذا هو موريال أحرار وحرائع موريال اللي يكثر الله يكثر من أمثالهم هذا أخواتكم وإخوانكم في مترو كندا هذه أيضا صورة لهم وكان أيضا إخوانكم آخرين في مدن أخرى أيضا هذه أمام في برشلونة أمام قنصلية العصابة وهذه كانت في بريكسل اليوم عادة الروح للحرك في الخارج في انتظار العودة إن شاء الله في الداخل وهذه كانت في ليون إخواننا في ليون هذا بشكل دائم لا يتوقفون أبدا بالرغم من تواطئ البوليس الفرنساوي والحكومة الفرنسوية اللي حاولت تتبعدهم على القنصلية وهذه في نيويورك سيدة المتحدثات ذكرهم بالفضيحة اللي نشرتها نيويورك تايمز قبل ثلاث أيام ولا أربع أيام الفضيحة اللي قالوا الجماجم أنها جماجم المجاهدين والمقاومين في القرن التاسع عشر اللي يتضح أن فقط ستة من 24 جمل جمعاتتها لهم فرنسا اللي هي مجاهدين حقا أما البقية فإما مش معروف أصلهم أو كانوا لصوص أو كانوا حتى يقاتلون مع مع الاستعمار كانوا دي تيرايير كانوا حركة كانوا زواف في البداية هكذا كانوا يسمون فضيحة حقيقة وسكوت مخجل من طرف الحكومة الفرنسية لعطاتهم جماجم مزورة لماذا؟ اللي ما عارفين النظام مزور تببون مزور جابوه العسكر عارفين أن هذه عصابة تبحث فقط على البهرجة الإعلامية في جويلية 2020 داروها وكانهم فتحوا القدس وكانهم حروا البلاد وكانهم مانيش عارفوش دارو بينما الفرنسيس فقط 6 من 24 من أصل مرليفات قل 300 صح احنا أحد الأحرار قال لأكثر من 500 جمجم باعترف فرنسيين في ما يعرف بمتحف الإنسان وما هو بمتحف إنساني أطلاقا ففضيحة حقيقية والأخطر من ذلك أنهم وقعوا على وثيقة استمعت اليوم للصحفي اللي تابع هذا اللي هو تابع هذا اللي يكشف هذه الفضيحة في نيويورك تايمز يقول بأنهم وقعوا على الوثيقة ووقعوا على تملك الحكومة الفرنسية الجماجم بمعنى جابوها فقط باش يبيعوا الهواء باش يبيعوا البروباغندا باش يبيعوا الأكاذيب للشعب الجزائري وهذه أيضا إخوان من موريال لما غادروا سدي الاستقلال لجنيرو أماق وقال والجزائر سدي الاستقلال تبقون نزوّر جابوها العسكر وناش الشرعية والشعب الحرب هو لقصد دولة مدانية جابوها العسكر وناش الشرعية أي الله حرارو حرار موريال اشتركوا في القناة قضى أخونا إسلام طبوش هو والدته إسلام طبوش قضى أكثر من 16 شهر في سجون العصابات أحد حرار البلاد وقد أطلق صراح صراحهم كانوا كرهائل بعض منهم لكن طبعا نعرف بأن آخرين عادوا وسجنهم هذه الأخت فتحة دوادي للآن راهي في إحدى مستشفيات أو إحدى مراكس بعد أن كسرت يدها وعمرها 65 سنة وهي تقول من أنها خرجت وتخرج هي قالت أنا عمري 65 سنة أنا حياتي ورائي إنما أخرج من أجل شباب بلادي وراهي مسجون ظلم معهم هذا هو أخونا اللي كان خارج ومنع من الصفر نذير جندوز وهو معتقل كان خارج هو أسرته بدون هكذا آلاف الناس راهم طير لهم المنع من الصفر بدون أدنى حق حتى قالوا قوانينهم الظالمة ما تبعوهاش وهذا صهيب دباغي اللي خطفاته المخابرات الإرهابية أمس بعد أن اعتقلوه في الشرطة وكان مفروض يطلق صراحه بعد ساعات عاودوا خطفوه أمس المخابرات الإرهابية وموجود الآن في مركز الإجرام اللي يسمى مركز عنطر مركز تعذيب عند المخابرات الإرهابية ومش مستبعد اللي فتقولوا أي تهمة باش يعاودوا يوضعوه في السجن أو قل في الكراهينة إذا سمحتوني إخواني ننتقل إلى ملف الدولي ليبدو أنه كل مرة أوضع تزداد بؤس خاصة في أوكرانيا لكن قبل أن نمضي للملف في أوكرانيا تتابعون بكل تأكيد حدثين مهمين على الساحة الدولية واحد هنا في بريطانيا والثاني في الصين ففي بريطانيا بعد سقوط رئيسة الحكومة اللي هي تعتبر أقصر فترة في أي حكومة بريطانية في التاريخ اللي هي 44 يوم ليزة راس هناك تنافس اليوم بين ثلاث من مسؤولي حزب المحافظين أهمهم ربما الاثنين هما بوريس جونسون رئيس وزراء السابق وصناك هذا اللي كان وزير كان وزير المالية في تنافس هذا الشخصين اثنين وفيه أيضا سيدة تسمى بني موردنت وهي رئيسة البرلمان عن حزب المحافظين فالتنافس يمشي بين هذا ريشي صناك وبوريس جونسون بوريس جونسون كان في عطلة قطاع العطلة نتاعه من جزر الكرايب يحتاج جزر الكرايب ورجع اليوم وهذه الثلاثة رح يتنافسه على من يعود لأو من يكون رئيس الوزراء طبعا بوريس جونسون معروف للحزب والحزب هو اللي كان أعطاح به ومعروف للشعب بريطاني كان رئيس الوزراء لمدة أكثر مثل السنوات لكن سقط في معرفة ببارتي جيت أو فضيحة الاحتفالات اللي كانت تتم في مقر رئاسة الوزراء سقط ما هوش لأنه نهب أو لأنه سرق أو لأنه نفتح الأجواء أو لأنه باع البلاد أو لا 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 سقط فقط لأنه كان هناك قانون الحكومة دارت ومر على البرلمان وهو اللي يجتمع أكثر من ستة أشخاص في نفس الوقت في أيام الكورونا ونطبقوها على الشعب في حين هما اجتمعوا كانوا أكبر من أكثر من ستة أشخاص أكثر من مرة في احتفالات فهذه اعتبرت جريمة لا تختفر وأطاحوا به قبل شهرين كما تعرفون هاو الآن ممكن يعود يرجع لكن يبقى احتمالات الفوز هي لهذا ريشي صناك وهو من أصول هندية هذه المرة كان نفس المرة اللي فاتت لستراس لكنه لم يمر كثيرين علقوا يومها أنه ممكن أصوله الهندية هي اللي خلاته ما يمرش فبالنسبة لبعض البريطانيين كيف أن بريطانيا اللي كانت تمبراطورية لا تغيب عنها الشمس وكانت تستعمر الهند وتستعمر أجزاء هائلة من الصين وتستعمر مناطق أخرى كلها وعشرات البلدان يحكمها شخص من أصول هندية لكن هذه المرة قد قد يكون هو والآن أكثر الأشخاص حظوظا لأن المنافسين الاثنين وبروس جونسون عنده مشكلة كبيرة وهي أنه ما زال هناك تحقيقات تحقيقات برلمانية حول هذه القضية حول قضية بارتي جيت وحول قضية أيضا أنه عين شخص في منصب مهم وهذا الشخص كان حول بعض الشبهات فقالوا أنه لو كان يعود رئيس الوزراء واللجنة البرلمانية تدين فمعنها سيسقط وربما يتم نزع الصيفة النيابية عنه وبالتالي سيسقط مرة أخرى وتعود بريطانيا لتبحث عن رئيس الوزراء آخر مما يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في هذه البلاد إذن مما يجعل أن هذا ريشي سوناك قد يكون هو الأوفر حض لأن بني موردند ليست معروفة على نطاق واسع وليست بذلك الحجم ربما وربما يتخوفوا أيضا أنهم البريطانيين اختاروا مرأة أخرى بعد سقوط مرأة قبلها من رئاس الوزراء واللي كان أداءها سيء جدا وأداءها سيء بالمناسبة مرة أخرى هو أداء اجتهاد في الاقتصاد كان سيء وكان خاطئ فربما ما يكونش هناك تحمص لأن تعود مرأة لترأس البلاد مرة أخرى لحد الآن في تاريخ بريطانيا وكله فقط ثلاث نساء أصبحوا رئيسة وزراء أول واحدة هي مارغاريت تاتشر سنة 79 ثم تيريزا مي بعد أن سقط كاميرون في قضية البريكزيت وجدت هي بديل عنه وسقطت هي أيضا نحن الآن في هذه ست سنوات أربع رؤساء للوزراء يسقطون يتم الإطاحة بهم دائما من طرف أحزابهم أو يستقلون يعني كاميرون كان استقال لأنه يخسر موضوع الاستفتاء تيريزا مي تم إجبارها على الاستقال أطاحوا بها ارتكبت أخطأ بوريس جونسون ارتكب خطأ كما قلنا أيضا وتيريزا وهذه لسترس هذه الحقيقة هذه هي الشعوب الحية اللي ما تخليش الحاكم بمجرد أن يرتكب خطأ عليه أن يرحل هذه القضية الحاكم لا يسمح له وهذه بالمناسبة دائما الناس تسمع لما يكون رئيس وزراء أو يكون وزير مهم جدا هذي هما عندهم في كل مناصب بمجرد أن يقوم مسؤول بخطأ واضح عليه أن يرحل إما يستقيل إما يقال بوريس جونسون ما كاشح بيستقيل أطاحوا به لماذا؟ لأن بالنسبة إليهم قضية شوف هما هنا هذا موضوع الخمر وموضوع الفساد الأخلاقي من وجهة نظرنا نحن يعني ما عندوش حدود العلاقات خرج الزواج إلى آخرين ما بين الناس ما عنداش حدود هما بالنسبة لي مصبح عادي هذا الأمر لكن لما يقوم به المسؤول ما يقول ليش عادي يعني لما يقوم به الإنسان أي إنسان ما عندوش مسؤولية بالنسبة لي ما يهمش لكن المسؤول لا بمجرد ما يرتكب خطأ وإن كان هذا الخطأ يعتبر عادي في أمر الناس بالنسبة للمسؤول لا يعتبر علاقات خرج الزواج تتم الإطاحة به يشوفوه سكران تتم الإطاحة به سكرتير التاو أو المساعدة التاو تشتغل معاه وتشتكي به تتم الإطاحة به ما فيش عندهم قضية المسؤول هذا يجب أن يكون فوق كل شبهات هذه القدرة تاحم وهذه القوة تاحم وهذه لماذا يعودون بسرعة لإصلاح لإصلاح الأوضاع للأسف نحن عندنا في قيمنا الأخلاقية هذه أيضا هذه الأمور موجودة لكن بالعكس مع هذه المخابرات الإرهابية لا يجب أن يكون فاسد أخلاقيا وماليا في أثنين وعلى أقل وحدة منهم باش يقدروا يتحكموا فيه مما من الأكيد لكن أن أوروبا كلها بعد الكورونا جاءت حرب بوتين على أوكرانيا فأوروبا كلها في وضع سيء كي نقوله سيء راه لا يقارن بأوضاعنا وكي نقوله هنا ارتفاع الأسعار وهذه الأشياء راه لا تقارن بأوضاعنا بالمناسبة ما زال في هذه البلاد نسبة البطالة لا تتجاوز خمسة في المية ما زال قضية السكن متوفر لخمسة وتسعين في المية من الناس بشكل أو بآخر ما زال قضية الأكل والشرب ما كاش ليموت من الجوع ما كاش ليموت من البرد وما كاش ليموت أخد شي ما عندوش دوا أو ما لقاش الدوا هذه راهي كلها ما كانش اللهم إلا بعض الناس اللي هما مراد بالسكرة أو مراد بلاد روغ اللي هما في الشوارع يعني هذوك ما عندهم ما يديرون لهم وإن كان حتى هذوك يدوهم إلى فنادق ويدوهم إلى أماكن ويوكلوهم ويشربوهم إلى آخر حينما حينما نتحدث على الله لأنه مرة كتب لي بعض البعض الناس قالوا لا تشوف أوروبا راي أسوأ من الجزائر لا 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 هذا كلام مش صح هذا كلام بتاع البروغاندا نعم أوضاع سيئة بالنسبة لمقيسهم بالنسبة لمقيسهم هم هذالأوضاع سيئة وهم بمجرد ما تنقص عليهم أشياء يخرجوا يظاهروا يخرجوا يحتجوا وشوفوا وش رايح في فرنسا وفي ألمانيا حتى هنا في بريطانيا ماش أوضاعنا احنا احنا رهي كارثية وضاعنا احنا رهي بالنسبة إليهم الموت بالنسبة إليهم ضياع كامل على كل إنسا يظهر هذا رئيس الوزراء قبل يوم جمعة القادم واللي رح يختاره هو الحزب انتاعه وهذه من من بدايع الديمقراطية انتاعهم أو من فضايع الديمقراطية إذا شئنا لأنه الشعب يختار الحزب وليس الأشخاص وبالتالي إذا سقط رئيس الوزراء يستطيع الحزب انتاعه لا يذهب الانتخابات كما يفعلون الآن كما فعلوا لما سقطت جونسون وكما يفعلون الآن وإنما هم يختاروا أي أعضاء البرلمان ومعهم أعضاء الحزب اللي هم في حدود مئتين ألف هو أقل أعتقد أقل أقل من هذا العدد اللي حين يختاروا رئيس الوزراء لكن المعارضة هنا تطالب بانتخابات مسبقة وقالوا أنه أي رئيس الوزراء يأتي سيكون نقصاته الشرعية الشعبية وهذا صحيح أما في حزب آخر يختلف تماما عن هذا الحزب وهو الحزب الشعوعي الصيني فقد أنهى اليوم أشغاله أنهى وأراد شي كسيبينغ كما يسموه كسيبينغ هذا أراد أن لا ينهي المؤتمر إلا بصورة أو بلقطة دارت في العالم أجمع خلنا نشوفها مع بعض ومن بعد نعلق عليها هذه هي الصورة ترجمة نانسي قنقر الأمن الصيني يقوم بإخراج الرئيس الصيني السابق من المؤتمر وتشوفوه هذا الرئيس الرئيس السابق كان لجنب الرئيس الصيني الحالي كان لا يريد ما كانش حاب يقرر لكن جبدوه يعني من يبدوه وغادر طبعا شوفوه تسمعه في أصوات الكاميرات والتصوير هو تصوير الحزب الشيوعي الصيني كله يعني هو الأمن الصيني لكن الرئيس الصيني الحالي خلى هذه الصورة تخرج ويكون حولها لغب كبير من هو هذا الرئيس اللي تم إخراجه هو جين تاو جين تاو هذا حكم الصين من 2003 إلى 2013 كان هو الرئيس من 2003 إلى 2013 خلفه تشي هذا اللي رهه الآن واللي خلفه طبعا هذا أدى عشر سنين اختلفت التفسيرات لماذا تم إخراجه وبهذه الطريقة اللي يبدو فيها وكأنه نوع من خرجه بالقوة كانت هناك تحليلات كثيرة تقول من أن الرئيس الصيني الحالي اللي اخذ عهدة ثالثة وخلى يفتح العهدات على عكس كل ما يجري في الصين منذ دستورة 1982 اللي خلى أن العهدات تكون عهدتين فقط يعني في 40 سنة الأخيرة هذه كل رؤساء كانوا عهدتين فقط اللي جاءوا بعد موت سي تونغ يعني موت سي تونغ شافوا لما كانت العهدات وكما كانت عبادة الشخصية كيف موت سي تونغ جنة في النهاية وراح إلى ما يسمى به الثورة الثقافية اللي أدت إلى مقتل الملايين البعض يقولوا عشرات الملايين يعني المثقفين انتاحهم والعلماء انتاحهم والأساتذة كلهم تقريبا أو جزء كبير منهم قتلوهم أو سجنوهم حتى هذا الشي هذا أسرته كانت في النفي يعني كان صغير لما انفاء موت سي تونغ انفاء والديه لكن هوجه هذا الرئيس وعود افتحه العهدات وأيضا أنهى المؤتمر بهذه الصورة اللي فيها إهانة كبيرة للسابق متاعه للرئيس السابق ليس هذا فقط الحقيقة أن هذا الرئيس تشي هذا قام بالإطاحة برئيس الوزراء وثلاثة من كبار المسؤولين في قيادة الحزب أيضا شخصيا أعتقد أن هذا كله لإبراز شخصيته وعودة إلى الصينيين بعبادة الشخصية اللي مرسها موت سي تونغ لكن موت سي تونغ بطاية الحال هو اللي خاض الحرب وهو اللي أنشأ الصين الشعبية الصين الشيوعية في 1949 وكان يعني ضل في حرب أكثر من نهاية الحرب العالمية الثانية في ظني في بداية العشرينات إلى أنه وصل إلى السلطة في 1949 وأطاحها بالحكومة اللي كانت أنا ذاك اللي هربت إلى طيوان والآن رهي هي اللي تدير أو اللي جاء بعدهم واللي يديروا طيوان وتعرفوا الخصومة ما بين طيوان والصين الصين الشعبية واللي يثبت موضوع القضية الآن تعظيم وتقديس هذا الشخص هو أنهم أضافوا أشياء للدستور بما فيها الأفكار قالوا الأفكار الرئيسية لهذا الرئيس المرشدة لهذا الرئيس المرجح بهذا الموقف في قناعتي هو أنه سيذهب هذا الرئيس إلى غزو طيوان في أقرب فرصة ممكنة بش يثبت بأنه يستحق هذه العهدات الثالثة ويستحق أن تفتح له العهدات ويثبت من أنه ذلك الرئيس لأن قضية استعادة طيوان هذه هي قضية إجماع في الصين إجماع المليار وربعمائة مليون أو ما يزيد أفرع لصداع اليوم عموما الانتهاء بهذا الدورة للحزب الشيوعي وما الأحداث في الصين لكن الصين أوضحها أيضا ليست على ما يرام فعندهم مشكلة الكوفيد اللي ينضاف فيها هذا الرئيس عنده سفر كوفيد مما يعني أنه ما زال هناك عشرات الملايين من الصينيين غلقين عليهم في المدن وهذا موقف في غضب شديد وأدى أيضا إلى خسارات اقتصادية هائلة إضافة إلى قضية الخصومة مع الولايات المتحدة وازدياد الصراع الأيام اللي فات قبل عشر أيام الأمريكيين بايدن أصدر قرارات أن يمنع بمقتضاها بايع التكنولوجيا المتطورة خاصة هذه اللي تعرف بلسيمي كوندكتور والبيس الأشياء المتطورة تكنولوجيا الآن يمنعونها أكثر فأكثر على الصين إضافة إلى مشكل العقارات وشركات شركات البناء في الصين اللي على بواب أن تحدث فيها انهيارات هائلة أموما كل الدول الكبرى اليوم بالاستثناء تعاني من مشاكل أحيانا غير مسبوقة مشاكل داخلية وتحديات خارجية في الصين في الولايات المتحدة طبعا روسيا ألمانيا بريطانيا فرنسا مما يوحي بأننا على تغيرات هائلة على المستوى العالمي ممكن جدا على حرب ربما شاملة حرب عالمية ثالثة أو حرب محدودة توسع هذه الحرب لكن تبقى محدودة هي حرب الروس على الأكران لكن الأكيد أن العالم على أبواب تغيرات هائلة هذه قد تكون فرصة للشعوب مستضعفة مثل شعوبنا وأوطاننا وبلداننا أن تتحرر من الوكلاء المحليين من العملاء المحليين اللي في الحقيقة هم وكلاء القوى الاستعمارية الخارجية ويدفعون الجزية ويدفعون الأموال ويدفعون في كل هذه المنطقة العربية في كلها بمختلف بمختلف شعوبها فقد تكون خاصة هذه الحرب الأوكرانية على مأساويتها ودمويتها حرب بوتين على أوكرانيا قد تكون فرصة للشعوب لكي تتلهى بطغاتها بالمناسبة فيها حديث في مصر وتونس على الخروج يوم 11 نوفمبر القادم فقد تكون فرصة للشعوب أن تتحرر من هؤلاء العملاء لينهبونها ويقمعونها ويقتلون أبنائها ويسجنون أبنائها ويشردون أبنائها إضافة إلى التفقير والتعطيل للملايين من الناس على المستوى الروسي تستمر المعارك كان هناك هجوم شديد اليوم أيضا على عدد كبير من المدن الأوكرانية هجوم روسي فيه ضرب لمراكز الطاقة ومراكز حيوية وكأن بوتين يريد أن يحدث غضب شعبي ضد القيادة الأوكرانية الراهنة بحيث أنه نحن داخلين على الشتاء ربعا أوكرانيا مثل روسيا مثل هذه البلدان الشمالية فيها برد شديد جدا ويصل إلى نقص عشرين عادي عندهم في الشتاء فبيضرب مراكز الطاقة مراكز الكهرباء واللي هي أيضا في كثير من الحالات يكون الغاز مرتبط بالكهرباء قد يؤدي إلى مقتل عشرات الألاف من الأوكرانيين في هذا الشتاء من البرد فقط هذه بطبيعة الحال ستحسب كأحدى جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب ضد بوتين لكن هو قد يدفعه لأنه واضح أنه من ناحية العسكرية لم يعد يتقدن بل بالعكس هو يتقهقر فيريد أن يكون هذا ضد المدنيين ويتقهقر إلى درجة أنه خيرسون هذه أكبر مدينة كان سيطر عليها بوتين طلب الروس طلبوا من المدنيين مغادرتها فورا قد غادرها الألاف وألاف آخرين غادروها بالفرض خاصة الأوكرانيين لأن خيرسون هذه خليط ما بين الأوكرانيين أصلا والروس اللي هما يحمل الجنسية الأوكرانية لكن هم ناطقين بالروسية فطبعا ناطقين بالروسية راحوا عادي لكن الأوكرانيين الآخرين فرض عليهم فرضا تحويلهم إلى روسيا حد الآن تقول الأوكراني أن أكثر من ثلاث ملايين أوكراني تم تحويلهم إلى روسيا قهرا يقولوا أن أيضا أنهم يأخذون أطفالهم ويحولونهم إلى مراكز خاصة وكأنها عمل تختطاف طبعا قد تكون فيها بعض المبالغات هذا الموضوع من جهة الأوكران لكن الأكيد موضوع تحويل مدنيين إلى روسيا هذا أمر معروف وموثق تقول روسيا إذن أنها ردت الهجوم الأوكراني على خرسون ولكن المعركة شديدة حول خرسون ولو يخسر فوتين خرسون ستكون تأكيد للخسارات التي فاتت وستكون ضربة شديدة له وقد يدفع خسارة خرسون إلى استخدام ولو سلاح تاكتيكي نووي اللي الآن بالنسبة للدول الغربية تحضروا له لدرجة أن في حديث الآن على وصول قوات أمريكية إلى بلغاريا إلى رومانيا إلى بولندا طبعا قوات بريطانية فرنسية أيضا أمريكية وألمانية في دول بلطيق أي أن الدول الغربية الكبرى ترسل بجنودها الآن بالآلاف إلى هذه الدول المجاورة لروسيا خوفا من أن تتوسع الحرب يكونوا جاهزين إذا ما توسعت الحرب أو كان هناك ضربة نووية لأنه إذا كانت هناك ضربة نووية سيكون الرد الغربي هو بالضرب روسيا أيضا ربما نوويا في أوكرانيا ممكن جدا يعني هذه هي التقديرات اللي يقولها كثيرين من الخبراء طاع الموضوع الطائرات الإيرانية طائرات الدرون ما زال حولها جدال إلى درجة أن ثلاث دول غربية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا طالبت من الأمم المتحدة إجراء تحقيق في موضوع أن إيران تقدم الأسلحة إلى الروس أكثر من ذلك في حديث اليوم من الخبرات الأوكرانية على أن إيران والأمريكية أيضا أن قوات إيرانية متواجدة في جزيرة القرن ليس فقط للتدريب على الطائرات الطائرات الدرون الإيرانية خاصة طائرات الكاميكاز الإيرانية ولكن أيضا لمساعدة الروس في استخدام أسلحة إيرانية أخرى ربما السواريخ لكن لم يقالوا بالتأكيد ما هو هذا الموضوع هذا لا يستبعد لأن إيران كل الدول المرتبطة بروسيا هزيمة بوتين ستنقلب عليهم في هذا الوقت للمفروض أي عاقل يبتعد عن روسيا مثل ما فعلت الصين مثل ما فعلت الهند هذه دول لا تريد الهيمنة الغربية وتريد أن تستفيد حتى مما قام به بوتين التحدي للنظام الدولي الذي يسيطر عليه الدول الغربية لكن في هذا الوقت ما يصير عندنا لكي تريد أنهم عايشون في عالم آخر ويرتكبون ويرتكبون في أخطاء فادحة في هذا الوقت تسمع هذا الكلام هذا الكلام في إطارة تعزيزي علاقات التعاون العسكري الثنائي بين القوات البحرية الجزائرية والقوات البحرية الروسية غادرت مساء أمس الجمعة مفرزة السفن الحربية التابعة للأسطول الروسي والمتكونة من الغربين ستويكياي 545 وسوبرازي تيلناي 531 بعد توقف دام أربعة أيام تم من خلاله تنفيذ تمارين بعنوان المناورة البحرية المشتركة 2022 وبمشاركة وحدتين من قوتنا البحرية والمتمثلتين في الغرب متعدد المهام الطاقر رقم المتن تسعو أنه في الوقت لتبتعد دول عظمى مثل الصين ومثل الهند عن روسيا معدى إيران لأن إيران بالنسبة إليها هزيمة بوتين يعني احتماليات كبيرة لانهيار النظام الإيراني احتمال كبير جدا خاصة مع التحديات الداخلية داخل إيران في هذا الوقت يديروا مناورات مع بارجتين روسيتين طبعا هذا بالنسبة لبعض الشباب الصغير لمشعارف الخلفية العالمية والبعض يعني يرى هو كان تحدي للغرب وشيء مليه هذه أكبر أخطاء يرتكبوها إعلامهم الفاسد يقدم على أن الارتباط مع الروس الآن وكانوا شيء جميل بالعكس هذا يؤدي إلى أن سندفع أموال إضافية الجنرالات سيتمعون أموال إضافية لسكوت الغرب عنهم وسيشترون أسلحة من عند الغرب لإسكاتهم هذا ضد مصالحنا هذا ضد مصالح الشعب هذا من خزينة أموال الشعب لأن العالم أجمع يشوف في بوتين وفي وضعه أين هو الآن اللهم إلا إذا كان الواحد يتابع في البروباغندة الروسية ومن رات بعض إخواننا يقول لك لا وربما أنت أيضا لك تعاود في البروباغندة الغربية لا أنا أتابع شيئات متعددة شدا والواقع يقول ذلك الواقع أننا الآن غدوة رح أتمر أو بعد غدوة رح ندخله في الشهر التاسع كان بوتين يقول أنه والدعاية الروسية بل حتى تابعتها أمريكا من أن كيف ستسقط في ثلاث أيام أو في أسبوع الآن مش فقط كيف ما سقتتش وكثير من المدن ما سقتتش بل أن الأماكن اللي استولوا عليها الروس في البداية يسترجحها الأوكران طبعا بالدعم غربي بوقوف غربي معهم صحيح لأن الغرب ليس من أجل عيون أوكرانيا إنما حتى لا يتم تحديه وحتى لا يسمح بأن تقوم الصين بما تقوم به روسيا ودول أخرى ضيف إلى ذلك أن هذه فرصة بالنسبة إليهم يعطيها لهم بوتين لتفكيك روسيا ما هو ما هو ما هو قال اليوم الأوكران في موضوع تفكيك روسيا تكلمت عليها عدة مرات اليوم يقولون الأوكران من أن صرح رئيس الاستخبارات الأوكرانية طبعا كلام ومش شرط أنه كلام دقيق صحيح لكن على الأقل موضوع تفكيك روسيا الآن وتفتيتها أصبح حديث يتداول صرح رئيس الاستخبارات الحربية الأوكرانية الجنرال كيري البودانوف بأن عواقب الغزور الروسي ستكون وخيمة على روسيا هذا تصريح كان اليوم وقد تقود إلى حرب أهلية وتفتيت روسيا نفسها أضاف أيضا التعبئة في بيلاروسيا قد تؤدي لانفجار اجتمع طبعا بيلاروسيا الآن وصلتها قوات روسية وأسلحة روسية بيلاروسيا اللي هي روسيا البيضاء واللي حاكمها أيضا كان حاكمين سيسقطان حتما إذا منهار النظام الروسي إذا ما سقت قوتين وهو بشار الإجرامي الدموي وحاكم بيلاروسيا وكان أنظمة أخرى اللي هي بما فيها نظام الملالي في إيران والعصابات عندنا وحوائل مشابهة نظام في مالي نظام بوركين فاسو هذا الأنظمة اللي مرتبطة في غينيا اللي ارتبطت بالروس مؤخرا في إفريقيا الوسطى وربما أيضا في المجر لأن حكمها قريب من الروس هذه ستكون في وضع صعب وقد يسهل سقوطها أو على الأقل تكون في وضع حرش وصعب ولذلك قناعتي أنا أن الجنرالات عن ناس سيسارعون بالإيطاحة بالجنح الروسي إيطاحة بشنغريحة أساسا بشيبان بأنهم مفتعدوا عن روسيا عندما يعتقدون أن بوتين خسر الحرب أكيد طبعا ما زال ما خسرهاش نهائيا وإن كان في كثير من المؤشرات كلها تشير إلى أنه على أبواب خسارة هذه الحرب الأوروبيين أيضا اجتمعوا اليوم وفي اجتماعهم في بيان القمة يجب من بين الأشياء اللي قالوه يجب سحب جميع القوات الروسية فورا من كل الأراضي الأوكرانية إلى الحدود المعترف بها دوليا نودين استهداف روسيا المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا روسيا تتحمل وحدها المسؤولية عن أزمة الطاقة والتبعات الاقتصادية الحرب في أوكرانيا نعيد التأكيد على عدم شرعية ضم أربع مناط أوكرانية إلى آخرها الأكثر من ذلك هو أنهم جددوا التزامهم بالدعم العسكري وبتدريب الجنود الأوكرانيين ألمانيا قالت أنها ستتدرب الآلاف فرنسا قالت أنها ستتدرب على الأقل ألفين بريطانيا تدرب كل الدول الغربية تقريبا والأوروبية ستدرب في الأوكران وهذا خلى مسؤول روسي كبير أو مسؤول روسي سفير في الولايات المتحدة قال أن هذا المسؤول روسي قال أن يجمال المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا تجاوز 42 مليار دولار حسب معهد كيل للابتصاد العالمي أكثر من نصفها من الولايات المتحدة تواصل واشنطن جني الحصة الأكبر من المكاسب من استمرار إلى قط الدماء وهي التي تضطر الدول الأوروبية لشراء الأسلحة والمعددة العسكرية منها قبل إصالها إلى أوكرانيا عموما نحن نشهد تغيرات وهذه التغيرات تحدث تقريبا مرة كل 50-70 سنة في تاريخ البشرية وهذه الحرب قناعة الراسخة أنها ستخرج منها تغيرات هائلة على المستوى الإقليمي والعالمي وربما من مصلحتنا أن نفكر مرة أخرى كيف ننظم أنفسنا ونعيد تنظيم أنفسنا من أجل استرجاع هذه البلاد المنهوبة هذه البلاد التي تخضع لهذه العصابات الإجرامية كلمة آخرى أريد أن أقولها وهي أنه فرصة القمة قمة الضغاة العرب في أول نوفمبر واثنين نوفمبر طبعا سكان العاصمة بدأوا يعانوا منها قلق الطرقات هذه فرصة لكن مرة أخرى إخواننا أنتم الداخل أنتم أدرى في الأمور العملية كما ترونها لكن أقل شيء ولو خروج محدود ولو كتابة شعارات رايح تخليهم في حالة توطر شديد وتدفع تخليهم تدفعوا بعشرات الألاف من البوليس والدرك إلى الحاطب العاصمة كلها وهذا في حد ذاته مزعج لهم ومقلق لهم ومقلق للقوات هذه تابعة لهم وإزعاج وإقلاق الطاغية هو دائما أمرا جيدا حياكم الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا